السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اخواني متابع قناة دروس تقني المعلومية مرحبا بكم ساعدوا جدا بلقائكم مرة اخرى في هذه الحلقة سأتقسم معكم طريقة ارسال صورة عبر تطبيق الواتساب الى شخص ما ولن يتمكن هذا الشخص من احتفاظ بهذه الصورة فقط سيتمكن من مشاهدتها ولمرة واحدة ثم ستختفي كيف نقوم بذلك؟ طبعا سأدخل الى موقع الواتساب او على برنامج الواتساب او تطبيق الواتساب بالاحرى سأحاول ارسال صورة الى هذا الشخص سأضغط هنا في المشباك ثم المعرض ثم سأختار صورة هذه الفتاة الصغيرة لاحظوا هنا قبل ان اضغط على زر ارسال هناك رقم واحد عليها دائرة رمادية كل ما علي حتى تصدقت على هذه حتى تظهر لاحظوا تم ضبط الصورة الآن عندما سترسل هذه الصورة سأضغط سنشاهد الطريقة التي ستكون عليها او الصفة التي ستكون عليها هذه الصورة اذا انا لم اشغل بعد الواي فاي جيد الآن تم ارسال هذه الصورة الى الشخص المعني الآن سيشاهد انا سأشاهد هذه الصورة من خلال هاتف اخر الذي ارسلت اليه هذه الصورة اذا سأحاول الطلاع على هذه الصورة الآن الشخص المعني سيطالع على هذه الصورة لاحظوا ثم بعد مشاهدتها سيقوم بالخروج منها طبعا لن يظل هناك الى الابد سيخرج بعد خروجه ستختفي هذه الصورة لاحظوا معي تم فتحها هذه الصورة عند صاحب المرسل اليه لن تظل هناك ابدا هذه الصورة ستختفي مباشرة تم فتحها وقراءتها ومشاهدتها ثم ستختفي الآن ما الذي سأقوم به سأحاول ارسال صورة من الحساب الاخر الى هنا حتى نعكس الموضوع ونشاهد إذن سأرسل صورة من الحساب الاخر الى الحساب الذي انا عليه الآن بنفس الطريقة سأضغط على رقم واحد هكذا ثم ارسل صورة لاحظوا وصلت صورة الآن من الحساب الاخر بنفس الطريقة التي ارسلت بها انا تلك الصورة الآن سأقوم بالضغط لمشاهدتها تم ضبط هذه الصورة للمشاهدة مرة واحدة كما هو ملاحظ الآن إذن سأضغط تم إذا شاهدت هذه الصورة الآن عندما سأخرج ستختفي هذه الصورة لن تظل موجودة على الواتساب ولا حتى على داخل القالغي أو مجلد حفظ الصور داخل الهاتف لاحظوا تم فتحها وانتهى الأمر لن تظل تلك الصورة موجودة هنا وإذا ما ذهبت أنا إلى القالغي الخاصة بي لا زالت كما هي لم يتم الاحتفاظ بأي صورة داخل مجلد الصور بهذه الطريقة تضمن أن الصورة التي أرسلتها إلى شخص ما وصلت إليه شاهدها واختفت حتى تحافظ على خصوصية بعض مراسلاتك للأشخاص الآخرين كان ذلك كل ما أحبت أن تقاسم معكم أيضا في هذه الحلقة أرجو أن يكون ذلك مفيدا لكم أو لبعضكم على الأقل إذا ما عجبك الفيديو واستفدت منه لا تبخل بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو تقسم الحلقة مع الأصدقاء والزملاء على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفيد الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر